بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حلقة جديدة من حلقات علم الموارد والحساب ونحن نحل مسائل كما وعدناك في الحلقة السابقة مسائل الجد والأخوة المسألة الثانية أمامكم في الشاشة الآن مسألة التي تم حلها في الحلقة السابقة طيب الآن يأتي بمثال آخر أو مسألة ثانية لو كان عندنا جد و أخ و أخت أول شيء ننظر الآن إلى عدد الإخوة مقابل الجد هل هم مثلي الجد أم أقل من مثلي الجد أم أكثر من مثلي الجد طبعا الجواب هم أقل من مثلي الجد أخ الأخ الواحد عن جد واحد و أخت الأخت نصف يعني ما تأخذ جد إذن هي أقل من مثلي الجد إذن أي الطرق الأفضل للجد المقاسمة كيف تعالوا المقاسمة معناته أن الجد يكون أخ و عندنا أخ و عندنا أخت فماذا و كم نؤصل المسألة من أي مقاسمة إذن سنؤصل المسألة خمسة خمس رؤوس على عدد رؤوس اثنين جد اثنين أخ و واحد لأنه سيكون مثل أخ إذن المقاسمة من خمسة للجد كم سهمان الأخ له سهمان والأخت سهم واحد تمت المسألة مقاسمة وهو الأفضل له وهذا قد اختبرناه في الحلقة السابقة والتي قبلها بأنه وهذا اللي استقر وهذا اللي اتفقنا عليه وهذا اللي قد اتفق عليه العلماء بأنه إذا كان عدد الأخوة سواء أخوات أو ذكور و إناثا أقل من مثلي الجد طريقة المقاسمة على طول طيب مسألة بعدها أعطان قال جد وأخو وأختان ننظر عدد الأخوة مقابل الجد كم عددهم أو أقصد مثلي الجد أقبل مثلي الجد أكثر مثلي الجد ننظر أخ واحد وأختان الأختان كأنهم أخ إذن أخ وأخ إذن مثلي الجد إذن إذا قلنا مثلي الجد أي الطرق أفضل للجد تساوى المقاسمة أو ثلث المال النتيجة واحدة تعالوا وننظر الآن إن كانت المقاسمة فيكون اثنين أربعة ستة فيكون الأصل من ستة وإذا كان ثلث المال كذلك ستة إذن تأصيل الستة يخدمنا في المرحلتين ستة المقاسمة للجد سهمان الأخ له سهمان والأخوات سهمان لكل واحد منهم سهم أربعة طبعا طبعا هنا أعيد هنا عندما أعطينا الجد السهمين بقي من السهام أربعة فنظرنا أربعة أمامنا أخ واحد وأختان أمامنا ثلاث رؤوس العلاقة بين الثلاثة والأربعة تباين ماذا نفعل؟ كامل الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فكامل الرؤوس ثلاثة في ستة سرب ستة يطلع معانا ستة طبعا هنا عفوا طبعا هنا أنا أستدرك على نفسي الآن أراد هنا أن يقارن بين الثلث والمقاسمة عذرا يعني ها أنا ظلنته أن يريد أن صحح الانكسار هنا قد ما يكون انكسار واضح باعتبار أن الأخ سيأخذ سهمين والأخوات سهمين وكوحدة سهم فما في انكسار في الأحرى أنا أخي أخطأت لكن أراد أن يقارن ويثبت لكم بأن تساوى الأمر بين المقاسمة وثلث المال فطالما أعطينا أو جعلنا للمقاسمة تأصيل أصلناه في ست سهام كذلك أنه أصل الثلث الستة والنتيجة واحدة له سهمان ثلث الستة والباقي أثنين السهمين للأخ لأنه كذلك له ثلث المال النتيجة واحدة طيب نأتي إلى مسألة بعدها جد أخوان أختان كم عدد الإخوة هل هما مثلي أو أقل من المثلي أو أكثر من المثلي إذا كان أخوان موجودان مع جد مثلي وزاد عليهم الأختين أو الأختان إذن أكثر مثلي جد إذا قلنا الأكثر ما الطريق له ثلث الباقي أو ثلث التركة ثلث التركة ثلث التركة إذن من ثلاثة هو التأصيل الأفضل من ثلاثة والتأصيل الأفضل ثلاثة نعطي ثلث للجد والباقي يقسم بين الأخوات والأخوان اثنين يقسم بينهم طبعا هنا انكسار أنا لا أدل هنا هنا انكسار نعم أراد أن يصح الانكسار اثنين واربعة أو ستة قال هنا أمامنا ستة ستة الأثنين ما تقبل القسمة على ستة إذا ماذا نفعل هذه الستة نضربها في ثلاثة فيخرج معنا ثمانتعش الأصل ثمانتعش ثلثة ثمانتعش ستة والباقي طبعا ثمانة للأخوين واربعة للأخوات تم تحلك المسألة نأخذ مسألة بعدها جد خمس من الأخوة واختان ننظر عدد الأخوة مقابل الجد أكثر من ثلثي الجد إذن للجد ثلث المال طيب نقول ثلاثة ثلث المال إذن نعطي من ثلاثة للجد واحد واثنان للباقي طيب كم عدد الأمامنا الآن أختين وخمسة هدد سبعة سبعة في ثلاثة واحد عشرين لا نقول سبعة نقول عشرة واثنين عشرة واثنين اثنعش ستة وثلاثين ستة وثلاثين تأصيل مسألة حتى نصحح الانكسار كامل الرؤوس ستة وثلاثين ثلث ستة وثلاثين اثنعش والباقي يقسم على الأخوة والأخوة والأخوات عشرين للأخوة وأربعة للأختين طيب ننتي الآن إلى مسألة بعدها جد وأخت أقل من مثلي الجد الحل المقاسمة الجد ذكر وعند أخت الذكر مثل حضر الأنتين يعني الأخت نصف الذكر إذا قلنا المقاسمة سنعطيه من ثلاثة أمامنا الآن كأن أمامنا الثلاث رؤوس أو للجد له سهمان وسهم للأخت فإذا قلنا المقاسمة كأنه أخ إذن من ثلاثة للجد اثنين وواحد للأخت مقاسمة البعض يظن مقاسمة يعني نصف النصف لا 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 نستطيع أن نعطي للأخت النصف المقاسمة أي نقسم السهام على رؤوسهم بحسب الجنس بمعنى للذكر سهمان وللأنفة سهم واحد فهذا جد له سهمان طيب نأخذ الذي بعده جد وأخ عدد الأخوة أقل من مثلي الجد أخ واحد إذن المقاسمة المقاسمة كما يأخذ الأخ يأخذ الجد إذن من اثنين المقاسمة من اثنين واحد واحد نأخذ السهل بعدها جد وثلاث أخوات أقل من مثلي الجد إذن المقاسمة إذن من خمسة اثنين للجد وثلاث للأخوات تقاسم معهم الأخ إذن سهم هو سهمين وأنه أخ الآن لو لو مسحنا كلمة جد وضعنا أخ أكيد الأخ سيأخذ سهمين أو سهمان ها طيب نأتي إلى المسائلة بعدها أو قال هنا اكتفى بهذه المسائل التي ذكرها وانتقل الآن إلى الحالة الثانية الحالة الثانية أنه يوجد مع الأخوة والجد صاحب فرض أو أكثر صاحب فرض أو أكثر هناك جد والثاني هناك جد والثاني تعالوا معي ناخذ خطوة خطوة مع صاحب الشرائح يقول أن يكون معهم صاحب فرض دائما الأحض الأفضل هنا جاءت حسبة جديدة السابق أمامنا طريقا أما الجد يأخذ الأحض له بالمقاسمة أو الأحض له في ثلث المال أو يتساوي الأمران هنا دخل علينا قاعدة أو نظام جديد الأحض للجد إما المقاسمة وإما سدس المال هنا قلنا الثلث الآن سدس سدس المال أو الثلث الباقي بعد أعطاء بعد أن نعطي صاحب الفرض فرضه ما بقي له الثلث ما بقي له الثلث الأفضل ما بين هذه الطرق الثلاث إذن المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال طيب ننظر أيهما أفضل نعطيه ولا تسع حالات لها تسع حالات طبعا من يحفظها جميل ولكن قد لا يتمكن في البدايات الإنسان حفظها وخصوصا تحتاج إلى ممارسة وإلى وإلى فيكفي أنه يفهم هذا الجدول الذي سنراه الآن وعلى ضوئه كما فهم كما فهمنا الجدول السابق وأسقطنا المسائل عليه كذلك الآن بهذه الجدول نفعل حسب ما هو موضح في الشكل التالي تعالوا معي ناقض الشكل ونشرح وحلقات التي بعدها إن شاء الله نبين يقول هنا لدينا الحالة الثانية للجد أما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال قال الخط الأول عدد الأخوة مثلي الجد أو أقل من مثلي الجد أو أكثر من مثلي الجد نفس الفكرة إلى الآن طيب بالمقابل نريد الآن دخل معنا صاحب الفرض دخل معنا الآن في الجدول صاحب الفرض الذي سيؤثر على المسألة في السابق لا يوجد صاحب الفرض فمحتجنا إلى هذا العامود أو هذا الخط لكن الآن لوجوده سننظر تأثيره في هذه المسائل يقول النص صاحب الفرض إن كان له نص هذا احتمال أو أقل من النص أو أكثر من النص اختار صاحب الشرائح زاه الله خير بالجدول الجميل هذا يقول نظر بالسبري والمتابعة نظر أن أصحاب الفرض ثبت النص فوجد من كان من أصحاب الفرض مع الأخوة والجد أقل من النص فالطريق واحد ومن كان نص فالطريق واحد ومن كان أكثر من نص فالطريق واحد يعني اجتمع كل أصحاب الفرو لو كوجدوا في المسألة إذا كان هذا صاحب الفرض نصيبه أقل من النص فللجد طريق نص للجد طريق أكثر من النص هي طريق تعال الآن عرفنا الأفقي وهو تكرار لما سبق الرأسي دخلنا بفكرة صاحب الفرض إما نص إما أقل من النص أو أكثر من النص طيب ننظر ماذا فعل يقول إن كان صاحب الفرض نصيبه أقل من النص وأمامه جد وإخوة عدد الإخوة أقل من مثلي الجد المقاسمة إذن ثبتت المقاسمة هنا في هذه المرحلة الآن أقل من مثلي الجد كما قلنا هناك مقاسمة قلنا هنا مقاسمة ما تغيرت لم تتغير مقاسمة في أقل من مثلي الجد أقل بالمقاسمة إذن لا جديد إلى الآن سوى الرأسي هذا طيب وإن كان مثلي الجد نفس الشيء إما المقاسمة أو أو ثلث الباقي ثلث الباقي هنا ما نقول ثلث المال ثلث الباقي كما قلنا هناك ثلث بس بس أدخلنا عليه كلمة باقي أي نعطي صاحب الفرض فرضه أقل من النص وما بقيه إن كان الأخوة مثلي الجد للجد إما ثلث الباقي أو المقاسمة وهنا نقول أكثر ثلث الباقي هل جاء ذكر السدس إلى الآن السدس سدس المال ما جاء لم يأتي الآن ذكر لسدس المال إذن أول خط معه صاحب فرض فرضه أقل من النص ثبتنا نفس اللي ذلك إذن لا تحتاج إلى بزيد حفظ سوى فهم الآن طيب الآن إن كان صاحب الفرض النص ننظر تكررت كذلك أقل من مثلي الجد المقاسمة طيب ومثلي الجد تساوى المقاسمة السدس المال ثلث الباقي دخل السدس ولكن لا فرقه في اختيار أحد الطرق الثلاث طيب إن كان أكثر من ثلاثي الجد تساوى السدس وثلث الباقي إذن السدس هنا دخل في هذه المرحلة متى مثلي الجد تساوى أكثر مثلي الجد ممكن تأخذ ثلث المال ممكن أو ثلث الباقي أقصد وأما سدس المال إذن لا زال السدس الآن شارك ولكن لم يتفرد ما جاء قال لا مالك إلا سدس المال ما تفرد إلى الآن طيب نأتي الآن أكثر من نصف صاحب الفرض أكثر من نصف الشيخ زهر الله خير قال أكثر من النصف سدس المال على طول إذا كان الأخوة أكثر من مثلي الجد طيب وستس المال كذلك إذا كان مثلي الجد وأما إن كان أقل من مثلي الجد هناك تفصيل ثاني أطول إذن بغياب هذه الأخيرة انظروا إلى هذه الشريحة الجميلة وسهلة ثبتنا كثيرا كلهم ثبتوا أدخلنا سدس المال متى دخل دخل بالاختيار بمعنى ممكن تأخذه وكما تأخذه ممكن تأخذه وممكن لا تأخذ الذي معه بمعنى المقاسمة ثبتت عند أقل مثلي الجد مثلي الجد لا فرق مقاسمة ثلث الباقي سدس المال لا فرق مثلي أكثر من مثلي الجد لك الخيار ثلث الباقي أو سدس المال إذن هذا سدس المال دخل أكثر من النصف سدس المال دائما في مثلي الجد أو أكثر إذن لا نفكر بالمقاسمة ولا ثلث الباقي سدس المال هو الأفضل بقي مرحلة واحدة وهي إذ كان أقل من مثلي الجد يعني لدينا لدينا صاحب فرد أو أصحاب فروق نصيبهم أكثر من النصف ولدينا عدد الأخوة أقل من مثلي الجد هناك جد والجديد يفصل الجزئية الأخيرة فقط الأخيرة فقط هذه تقول نقول عدد الأخوة مثل الجد مثل أخ أو أختان مثل الجد مثل واحد أو أخ واحد مثل الجد أخ أو أختان يعني يا أمة أخ واحد مثل الجد أو أختين مثل الجد مثل ليس أخ وأخت مع بعض لا أخ وأخت أكثر من مثل الجد إما أخ واحد فهو يساوي مثل الجد أو الأختين يساوي مثل الجد مثل طيب الاحتمال الثاني أقل من مثل الجد أقل مثل الجد أخت طيب أكثر من مثلي الجد أكثر من مثلي الجد يقول أخوان وأخت ثلاث أخوات نفس الشهادة هذه نفسها أخذناها من هناك طيب ماذا قال قال هنا انظروا إلى أصحاب الفروض انظروا أصحاب الفروض أنا سأظهرها لكم الآن لأن انتهى الوقت بقي عندنا قليل أقل من دقيقة لكن انظروا لها وسنعيد شرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة قال هناك ثلثان أي أن أصحاب الفروض إما لهم الثلثين أو ثلثان وإما أكثر من النصف أقل من الثلثين أو أكثر من الثلثين قال المقاسمة هذه كلها الشريحة هذه سيتم شرحها وبيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة ولكن فقط الآن تكون أمامكم حتى يعني إذا جئنا في الحلقة القادمة يعني على الأقل في تصور مبدئي على الأقل لكن إن شاء الله نحن معكم في الحلقة أو للحلقة القادمة نبين مسائل الجد مع الأخوة مع أصحاب الفروض ترجمة نانسي قنقر